مشاهدين معنا عبر الأقمار الصينعية من بغداد الدكتور حسين علاوي خبير استراتيجي دكتور مساء الخير أهلا وسهلا بك معنا إذن بداية تقيمكم لعملية سير الانتخابات في بغداد وبقية المحافظات في العراق بشكل عام هذا اليوم يعني أكيد العملية الانتخابية اليوم نجحت بشكل جيد قد تكون المشاركة الانتخابية هي العام الأساسي الذي يؤشر على هذه العملية لكنهم في الأخير من حيث الدعم اللوجستي والدعم الفني والدعم الأمني لإدارة الانتخابات من دون خروقات كان الأداء جيد والمشاركة الاجتماعية لا بأس بها مهمة رغم الوقت القصير الذي منذ انتصرنا على التنظيم الإرهابي ولغاية الآن خمسة أشهر لم تكن كافية ولم تكن كذلك القوى السياسية مهيئة بصورة الكاملة جدا للمشاركة بانتخابات بهذا الثقل لكن على الرغم من كل هذه التحديات العراق نجحها الآن بإجراء انتخابات وإدارتها ولاحظنا حتى إجراءات القائد العام للقوات المسلحة أنه رفع حظر التجوال بعد الساعة الثانية عشر ظهرا وهو ما يعني أن هناك سيطرة أمنية جيدة وهذا بالتالي يعطي انطباع أن المرحلة المقبلة هي مرحلة مهمة ومرحلة حاسمة في تاريخ العراق دكتور حسين بحسب مراسلنا ويسام يوسف في العراق فإن المناطق التي كان يحتلها داعش وتم تحريرها شهدت أعلى نسبة تصويت اليوم إلى ماذا تعيزون ذلك؟ أكيد تدل على الإرادة السياسية لمكافحة الإرهاب والتطرف ونماذجه وصوره السابقة وبالتالي المواطنين المتسامحون مع نفسهم ومع المجتمع ومع السلطة السياسية ومع القوى السياسية العراقية قالوا على نفسهم أن يشاركوا مشاركة كبيرة في الانتخابات وبالتالي مثلما ذكر تقريركم عن المشاركة في الموصل هي مشاركة مهمة وهذه أولى الانتخابات التي تجرى ما بعد الانتصار على التنظيم الإرهابي وانهيار خرافته التي آلة أن تكون مركز الموصل وهو مركز للدولة اللا إسلامية حقيقة في هذا الاتجاه وبالتالي هذه الانتخابات كانت مهمة تعبر عن الإرادة وخصوصا في المجتمع السني حقيقة العربي الذي أراد أن يعطي صورة مغايرة لما بني في ذهنية المواطنين العراقيين والعرب وكذلك الأجانب تجاه هذه المدن والمناطق التي سيطر عليها التنظيم الإرهابي سابقا وبالتالي أعطوا درسا كبيرا أنهم يدعون وينادون وينشدون حقيقة الحرية واليوم ممارسة الحق السياسي في التصويت في الانتخابات هو جزء من عملية الإنسان السويل الإنسان الناجح الذي يريد أن يبني الدولة مع أخوانه العرب الشيعة وكذلك الأكراد وبالتالي نصل إلى مركب المجتمع العراقي الجميل وهو المجتمع الذي نتطلع عليه خلال المرحلة المقبلة بأن يتعافى من كل الأمراض ومن ضمنها أمراض الإرهاب والتطرف وكذلك الصراع السياسي نعم دكتور الأخطاء الفنية التي حصلت في بعض مراكز الاقتراع في بغداد في غرب بغداد تحديدا في ديالا في الأنبار ما حجم تأثيرها على عملية الانتخابات هذا اليوم؟ يعني أكيد حجم التأثير مثلا على الجانب الفني كان هناك تعطل بنسبة 5% من الأجهزة وإعادة تشغيلها مرة ثانية هذه أثرت قضية ثانية قضية البطاقة وتجديدة تعلمين حضرتك نحن بالعراق يعني بسبب الإرهاب وبسبب المشاكل الأمنية وكذلك التنافس ما بين القوى السياسية لم يكن الوقت كافي لتطوير ثقافة الناخب وبالتالي هذه الثقافة لم تتطور وكذلك ثقافة الاستخدام من قبل العاملين داخل المراكز الانتخابية والمحطات الانتخابية وهذا ما جعل انسيابية المشاركة لأنه البعض ذهب للتصويت حقيقة لكن لم يستطيع أن يصوت بسبب عدم تجديد بياناته وكذلك بالمقابل المراقبين السياسيين للقوى السياسية كان المفروض في بعض المحطات الانتخابية أن يلتزموا الحيادية وعدم التثقيف للكيانات لكن البعض قال على نفسه أن يتبع بهذا الاتجاه وذلك الاتجاه لكن على الرغم من كل ذلك هناك نجاح أن اليوم الانتخابي لم يشد خروقات أمنية وأن النتائج الانتخابية قد تظهر خلال 48 ساعة وهي القضية المهمة والحاسمة لوضع العراق ومستقبل العراق ما بعد الانتصار العسكري الذي لا بد أن يترجم إلى نصر سياسي للمجتمع بأن تعود اللحمة الاجتماعية وأن تظهر لدينا حكومة ناجحة حكومة فعالة لن تكون قوية بالصورة التي نتصورها لكن على الرغم من كل ذلك ستفهم محيطها العربي ستفهم وتتفاعل مع متطلباتها الاجتماعية ومتطلباتها من حيث الأداء الخدمي وكذلك من حيث السياسات العامة التي ستقدم جزء من تعزيز المناخ الوطني الذي بدأ به سيد العبادي ونجح به مع الفرقاء السياسيين والآن سننتقل إلى فضاء أكبر وفضاء الوطني وبالتالي هذا الفضاء يجب أن يسعى إلى تعزيز عملية الاستقرار ومكافحة التطرف وتحقيق التنمية دكتور من خلال نظرة شاملة على المعطيات الحالية على الأرض في العراق ما هي النتائج المتوقعة؟ يعني أكيد النتائج المتوقعة أن القوائم الكبيرة حقيقة سيكون لها فوز في الانتخابات لكن هذا الفوز هو فوز يؤسس إلى مرحلة صعبة من حيث التفاوض لكن الآن الذي سيكون من بين القوائم كانت النصر أو سائرون أو دولة القانون أو الحكمة أو كذلك الوطنية وكذلك القرار وكذلك الكتلة الكردستانية وكذلك كوران وكذلك حزب سيد مرهم صالح وغيرهم من القوى السياسية الأخرى التي شاركت في الانتخابات إضافة للقوى الليبرالية طبعاً والقوى المرشحة الصغيرة لا بد أن يكون الناجح فيهم الآن هو القادر على جمع تحالفات متعددة تعبر عن تنوع تعبر عن مرحلة ما بعده الانتصار على الإرهاب وكذلك الانتصار العابر إلى الطائفية والقومية وبالتالي هذه القوائم كلما احتازت على التنوع احتازت على قبول مكونات اجتماعية وعبور لغة المكون إلى المكونات الاجتماعية هي التي ستكون مؤهلة حقيقة لتشكيل الحكومة العراقية وتشكيل حتى الكتلة الأكبر داخل البرلمان اللعبة الآن في هذه الانتخابات تغيرت كانت في السابق تقوم اللعبة السياسية على تقاسم السلطة وتقاسم الثروة الآن هناك مشاركة مع المواطن والمواطن بالتالي سيسائل الحكومة العراقية وسيكون عمرها قد يكون قصيراً لم تصل إلى أهداف المنشودة من قبل المجتمع العراقي وهذا ما يجعل الآن القوى السياسية لابد أن تكون ذات رؤية جامعة إلى أكثر من طرف قومي أو عرقي أو إثني أو طائفي وبالتالي يبنى التنوع داخل القوائم وعلى أساسه سوف يحوز على ثقة المجتمع السياسي وثقة القوى السياسية الفائزة في تشكيل الحكومة العراقية شكراً جزيلاً لك على هذه المشاركة حدثنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد الدكتور حسين علاوي خبير استراتيجية